يحكى أنه كان هناك أختان قررت إحداهما أن تزوج ابنها بابنة الأخرى وكانت البنت تلبس النظارة لضعف بصرها وبعد فترة وقعت خلافات بين الأختين إلى أن قالت أم الإبن لا أريد أن أزوج ابن السليم بابنتك العمياء أبدا وعندما سمعت الأخت الأخرى كلامها انكسر قلبها جدا وبكت دموعا من الدم من تألمها على ما حقرتها أختها بابنتها مع أنها كانت أختها الشقيقة بعدما طعنت في ابنة أختها وفسخت خطبة ابنها رجعت إلى بيتها وأرادت نقل الأنابيب الحديدية الموجودة في صحن الدار إلى سطحها ولإنجاز هذا العمل طلبت من ابنها أن يقوم بحمل الأنابيب معها فسقط أحد الأنابيب من يدها ودخل في عين ابنها فخرجت عينه من مكانها واهتزت الأرض تحت قدميها كادت أن تسقط مغشية عليها ثم عادت تدور تلك الكلمات التي قالتها لأختها لن أزوج ابن السليم بابنتك العمياء أبدا الدرس والعبرة يجب على من يحقر الآخرين لعيوبهم أو يسخر منهم لضعفهم أن يتأمل من خلال هذه القصة اليوم تضحك على الآخرين وغدا ربما يضحك عليك الآخرون فكما تدين تدان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر